مجلس النواب عمل وتنمية الاجتماعية من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني بعدها ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن مدقيقية الحسابات الخارجيين وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم ناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة ناقشنا سؤال مهم من سعالة النائب عبد الرزاق حطاب حول الأمن الوظيفي والاستقرار الوظيفي والحقيقة قدمنا معلومات حول الأسس والإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة لضمان الأمن الوظيفي والاستقرار الوظيفي في محيط العمل في القطاع الخاص كثير من الإجراءات تم إرسائها ومتابعتها تتعلق بحماية الأجور بوضع الضوابط حول التسريح التعسفي بمنح الحوافز، منح الترقي، منح التدريب منح العلاقات الإنسانية داخل المنشآت تشجيع الحوار، تشجيع كثير من أوجه إبراس قصص النجاح في محيط العمل الأمن الوظيفي أمر أساسي، نعم يجب أن ما نكتفي بما عملنا أعتقد هناك خطط قادمة وهناك برامج قادمة لتعزيز هذا الموضوع كان اليوم سؤال متعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف الثاني اللي طرحت الحكومة مقارنة بعدد الأجانب اللي يدخلوا البحرين توظفه في نفس الوقت أعتقد أن الحكومة قامت بدور كبير في موضوع التوظيف بالنسبة للبحرينيين في البرنامج الثاني لكن نحن يجب أن ندرس هذه البرامج بين فترة وآخرى نشوف وين الخلل وين الأخطاء اللي عندنا أعتقد أن في ذات الوقت يكون عدد أجانب أيضا كبير يعني 60 ألف والحكومة وظفت 26 ألف محريني أعتقد أن هاي الرقمين يجب دراستهم بشكل جيد نشوف وين النواقص اللي موجودة عندنا ونعمل عليه حتى نطور البرنامج الثالث